تطورات مهمة في المملكة العربية السعودية اللي تقدر تقول وانت مرتاح انها اغلقت تماما من قبل بدء الاعتقالات اللي عملها محمد بن سلمان هذه الاعتقالات تم اغلاق السعودية من قبله والبداية كانت من الحرب اعتقالات للاطاحة لمن هم قريبون من كرسي الحكم ما زال الصمت يخيم على السعودية وعلى امريكا على السعودية وعلى امريكا السعودية لا تنفي ولا تؤكد والعالم كله يعلم ان هؤلاء الامراء معتقلين حساب العهد الجديد اكد بالامس على من فرضنا به من 72 ساعة ان كلمة السر هي كوشنر شخصيات تأكد اعتقالها احمد بن عبدالعزيز شقيق الملك نايف بن احمد بن عبدالعزيز رئيس استخبارات وامن القوات البرية عب عزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية محمد بن نايف وليه العهد السابق سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية نوف بن نايف شقيق محمد بن نايف كل اللي نايف طار معتقلون لم يعلن عن اسمائهم في وسائل الاعلام حتى الان منصور الشلهوب مدير مكتب الامير احمد بن عبدالعزيز ابن منصور الشلهوب ضابط كبير في الجيش بردبة لواء ما قدرش اقول اسمه دلوقتي عدد من الضباط المحسوبين على الدولة القديمة برتب مختلفة بين عمداء وعقداء شخصيات غائبة عن المشهد لم تحضر الى مكاتبها او الى المجالس العامة في اليومين الاخيرين لم نتأكد من اعتقالهم حتى الان مستشار للملك بردبة وزير امير منطقة يحمل ردبة وزير رئيس جهاز امني قصة الخيانة المزعومة وسبب الاعتقال رصد محمد بن سالم حوارات محمد بن سلمان حوارات بين الامير احمد بن عبدالعزيز والامريكان فيها تداولات حول ابعاده من ولاية العهد علما ان هذه الحوارات كانت قد وصلت مرحلة متقدمة لكنها رصدت في وقت ما وتم تسجيلها ثم استخدمت كدليل الاعتقال والاتهام بالخيانة العظمى التقى الامير احمد بن عبدالعزيز بالامريكان في قصره ومزرعته كان يظن ان الضمانات التي اخذها من الامريكان والبريطانيين قبيل عودته الى البلد كفيلة بعدم تعرض احد له كانت سذاجة بالغة منه اذ رصدت معظم تلك الاجتماعات وسربت عن طريق كوشنر ووصلت الى الملك وابن محمد كوشنر اول اتنين تم اعتقالهم بعد الامير احمد بن عبدالعزيز هما اخطر اتنين نايف بن احمد بن عبدالعزيز رئيس السخبارات وامن القوات البارية وابعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية اغلاق المنافذ للبرية جاء لاجراءات امنية كذلك ولا علاقة للاغلاق بفيروس كورونا يبدو ان ابن سلمان يرتب لامر ما خلال الايام القادمة دي زيادة على حساب من مجتهد زي تذكر عشية الاعتقالات قلت لحضرتك فورا انه كوشنر قد مهمة خطيرة جدا وجعل ابن سلمان بيسبق بخطوة في المرتين المرة اللي فاتت لما طار في انصاص الليالي وبعدها تم عزل كوشنر نسيت اقول لكم دي بعدها تم عزل كوشنر من الاطلاع على اوراق معينة في البيت لابيض ده ده قرار اعلن يعني ما كانش سير والمرة دي لما لحقوا بتلك القس وكوشنر بياخد من رافدين زي الفلتر كده الفلتر يجيله من حاجاته يفلتر بيجيله من رافدين رافد صهيوني ورافد امريكاني ووسط هذا الصمت الحديث والجمل والافكار والتسريبات تأتي من الصحف والوكالات العالمية او حسابات مخابراتية زي اللي شفتوها اسا شويتد بريس الوكالة الاشهر في العالم ظهر العاهل السعودي الملك سلمان في وسائل الاعلام بوسحة جيدة بعد ايام قليلة من اعتقال اتنين من كبار الامارات اثارت الكونات حول محاولة انقلاب محتملة او تدهور مفاجئ قال شخصان مقربان من العائلة المالكة ان الامراء رهن الاعتقال لعدم دعمهم وليه العهد محمد بن سلمان الذي عزز السيطرة على جميع عدوات السلطة الرئيسية داخل مملكة بدعم من والده الملك سلمان جاءت اعتقالات الشقيق الاصغر والمحبب لدى الملك سلمان الامير احمد بن عبد العزيز وابن اخو الملك والملقب بقيصر مكافحة الارهاب السابق الامير محمد بن نايف جاءت حسبما وصف شخص على اطلاع بالاعتقالات انها بعد تراكمات سلوكية من الامراء ادت للسفزاز الادارة الحالية الاعتقالات بعثت برسالة الى اي شخص في العائلة المالكة يشعر فيها بالحرمان للسلطة توقف عن التذمر والخروج عن الصف لانه اذا امكن القبض على الامير احمد فان اي امير يمكن ان يقبض عليه وقال الشخص ان الامير احمد كان ينظر اليه على انه شخص يتم اللجوء اليه من افراد العائلة المالكة حال شعورهم بالتذمر والضيق من قبضة ولي العهد على السلطة كل ده تحليل او معلومات اللي بتتحدث عنها الساشويتد بريس الانديميندن البريطانية جاءت تحت عنوان الاعتقالات الملكية في المملكة العربية السعودية توصف بانها تحذير من محمد بن سلمان حيث يسعى ولي العهد لتعزيز سلطته والستريت جونال السلطات السعودية تبدأ في اطلاق صراح الامراء المشتبه بهم في الانقلاب الاعتقالات تعتبر بمثابة تحذير الامراء حتى يؤكدوا دعمهم لولي العهد بدأت السلطات في اطلاق صراح تم اطلاق صراح وزير الداخلية عبد عزيز بن سعود بن نايف وهو والده الامير سعود بن نايف بعد استدعاهم للاستجواب من قبل الديوان الملكي ووفقا لاشخاص مطلعين على الامر هل الافراج اللي بتكلم عنه هو السيد جونال دي ده بيصل لاحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف كثير من المراقبين حقيقة بيرون ان ده صعب جدا هي يعني دي التاني مرة هم اول مرة محمد بن نايف واحمد بن العزيز رجع بالاكراه فايه لا بعد ما بعد ما يحلف اليمي بعد ما يمسك بعد ما تخلص الحكاية قد 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 يفرج عنهم ويضعوا تحت الاقامة الجبرية هكذا يرى بعض المراقبين مش بس الصحف العالمية التي تتحدث عن التفاصيل اعلام الصهيوني ما تدرج ليه ويديه زي ما هو عايز تعارف بقى فين فتح كبير جدا صهيوني السعودي تحديدا تحدث عن ما يدور الاعلام الصهيوني عن ما يدور خلف الكواليس ولماذا فعل ابن سلمان ذلك تعال نشوف كيف يتحدث اعلام الصهيوني عن تلك التفاصيل اعتقالات تهز الهرم في السعودية خاصة وانها طالت الامير احمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان الاصغر وشقيقه الوحيد الباقي على قيد الحياة والذي يحظى بدعم افراد الاسرة والاجهزة الامنية وبعض القوى الغربية ويجعله خيارا ممكنا لوراثة كرسي الحكم ومصادر تجمع على ان ولي العهد محمد بن سلمان هو المنفذ والاسباب المحتملة هي الخيانة والتخطيط لتنفيذ انقلاب فيما يرى مراقبون ان ابرز الاحتمالات هو تعزيز محمد بن سلمان لسلطته وتطهيره لطريق اعتلائه العرش من اي منافس محتمل قبل وفاة والده او تنازله عن السلطة نظرا لتقدمه بالعمر واعتلال صحة انه العرش يا صديقي هكذا بدنا المقدمة عشية الاحداث الاعلام الصهيوني يتحدث انه من اسباب استعجال محمد بن سلمان انه وضعه بقى سيء بعد فشله في اليمن وفشله الاقتصادي نسيت اقولك في زحمة الاحداث ارامكو خسرت في 48 ساعة كام تتخيل كام 48 ساعة اخيرة كام انا سيبك تتوقع عراق 50 مليار مين يزود 70 مليار 100 مليار حد قال زيادة 150 200 مليار 250 300 مليار دولار محللون الى ان دوافع محمد بن سلمان هي تعثر رؤية 2030 الخطة التي يشرف عليها بن سلمان بنفسه وحرب اليمن الى جانب تعرض منشآة ارامكو السعودية لهجوم ترك اثارا سلبية على اقتصادها ما قلص الثقة بقدرات بن سلمان السياسية على قيادة البلاد واحد من المحللين الصهاينة تحدث عن تفاصيل اخرى وهي ان محمد بن نايف واحمد بن عبد العزيز قبض عليهم بسبب اجتماع قاموا به مع قبائل سعودية مش عايزكم تشعروا بغصة ان التحليلات كلها بنعرف او بنتلمس الوضع في بلادنا العربية السعودية المصرية الاردنية السورية الكويتية كل الوضعين بيتلمسوا من برا مش من جو يا ابن عبيد واعفلين عليهم المزرعة وبيتلمسوا اي حد يقول لهم اي معلومة اعتقال اشخاص كاحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف انه تم اعتقالهم بينما كانوا في رقاء مع قبائل كانت لها علاقة بالحرس الوطني قبائل غاضبة من ولي العهد الذي يركز على تقوية الجيش وليس على العرس الوطني الذي يستند الى القبائل بالاضافة ان المنظومة القبلية تخشى من اصلاحات بن سلمان الاحتلال يتحدث على ان محمد بن سلمان تخوف بشدة من علاقات محمد بن نايف داخل قطاعات لا يمكن لاستهان بيها من الاستخبارات الامريكية هذا صحيح محمد بن نايف كوزيرا للداخلية تعاون مع الجهات الاستخباراتية الامريكية في حربها ضد القاعدة والتنظيمات الارهابية الشعية في المملكة وبنجاح كبير هذه الجهات غير راضية من ازمتين اضافيتين الازمة في اليمن التي تدفع الولايات المتحدة على بذل الجهود في اليمن والازمة القطرية لان الولايات المتحدة تعتقد ان يجب تركيز كل الجهود باتجاه ايران وان ابن سلمان اخطى لماذا اقدم ابن سلمان على تلك الخطوة ينجش الاحتلال يتحدث عن مرض الملك سلمان وخوف محمد ان يرحل والده بشكل مفاجئ العائلة المالكة غير راضية بعد الاعتقالات السابقة للامراء ودفع الكثيرين منهم لدفع الغرمات العائلة المالكة والمؤسسة الدينية والمؤسسة القبلية التي لا تؤيد الاصلاحات المثيرة لمحمد بن سلمان في المملكة واذا ما قمنا بجمع كل هذه العوامل الى الطريقة التي تم اعتقال محمد بن نايف الذي بنظر الكثيرين كان وزير الداخلية ناجح ومجرب وافضل من ناحية التجربة من بن سلمان نفهم ونرى ان صحت الانباع كيف ان بن سلمان ازال المعارضين لان والده مريض صحته ليست باحسن حال رغم انه اجر اللقاءة سياسية هذا الاسبوع وحرب الوراثة تقترب قالك ازال هي ازال مش لفظ دقيق حياء هو هرس يعني ممكن تبقى افضل طحنة دغدغة لماذا كان هذا القرار هكذا يتحدث ما زلنا مع الاعلام بتاع جيش الاحتلال محمد بن سلمان خاف من ضغوطات ممكن تحدث على والده تجعله يسحب منه ولاية العهد ارجوك تذكر او ارجع للجزء اللي تحدثنا فيه بخصوص تلك النقطة تحديدا من شهر علينا هنا ان نذكر انه كما اطاح الملك بوليين للعهد اذا ما اصر جهات في العائلة او في المنظومة الدينية او في المنظومة القبرية يمكن للملك ان يغير موقفه وان صحب الانباء فمحمد بن سلمان حرك هنا عملية وقائية ده جزء من من تحليل الاعلام الصيوني